الميران المسائي البدني والفني كان أكثر من رائع للنادي الأهلي بقيادة فييلر وجهازه الفني المعاون مساء اليوم كان التدريب عصر اليوم على ملعب التاتش وبدأت التدريبات طبعا استعدادا لمواجهة كانو سبورت المباراة المقرر لها يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا وكان في تركيز من توماس بينكل مخطط الأحمال البدنية على تجهيز جميع اللاعبين فيما يتعلق طبعا بفقرة التدريبات البدنية والتجهيز البدني والإعداد الخاص طبعا بتخطيط الأحمال للفريق أعقبها خوض الفريق لتقسيمة قوية بطول الملعب وبمشاركة حارسين من حراس المرمى فيما خاض شريف إكرامي والشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف يعني كونميشيل مدرب حراس المرمى وشهدت طبعا تركيز كبير جدا بتكليفات وتوجيهات من الجهاز الفني على اللعبات أو الكرات العرضية غادر عربي بدر هذا المرمى بسبب شك وعضلية وكثف أل سويسري ريني فييلر المدير الفني للفريق من تدريبات الكرة خلال الفترة الأخيرة وحرس على إجراء جمل فنية وخططية لتنفيذها بشكل عملي وطبعا زملائنا في فريق الإعداد أخبروني أنه اتخذ ريني فييلر المدير الفني قرار اليوم أن تكون التدريبات بدءا من اليوم بالفعل وهو ما تم تنفيذه أو الالتزام به في التدريب الخاص بالفريق عصر اليوم أن تكون التدريبات مغلقة بدءا من اليوم وطبعا وفقا للجدول الزمني الخاص باللقاءات الأفريقية يتوجه الأهلي إلى غينية الاستوائية يوم 11 من سبتمبر الجاري إن شاء الله تستغرق الرحلة ما يقرب من 11 أو 12 ساعة وتتخلى لها ساعتين ترانزيت فقط في مطار أديسة بابا حسين السيد من اللاعبين اللي اضطروا يغدروا الميران للإصابة غادر حسين السيد لعب الفريق الأول قال تدريب عصر اليوم استعدادا لمباراة الأهلي مع كانو سبورت طبعا المباراة المرتقبة في دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا كان في شكوى من حسين السيد لعب النادي الأهلي من إصابة عضلية خلال المشاركة في التدريبات الجماعية وخرج بصحبة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق رامي ربيعة بيتم تجهيزه للقاءات القادمة بعد شكوى اللاعب طبعا اللي كان عودته لكل سعيد بيها والجمهور سعيد جدا بأن عودته للفريق تعد مكسب كبير جدا للفريق بشكل عام وبشكل خاص لخط الدفاع وأدى بشكل أكثر من رائع في المباراة الفترة اللي شارك فيها بمنتهى القوة سواء في المشاركات المحلية أو الأفريقية رامي كان عنده شكوى بسيطة من شد في العضلة الخلفية خلال المشاركة في مباراة اطلع بره في عودة أو مباراة العودة في الدور التمهيدي في بطولة أفريقيا ولم يستطع إكمال هذا اللقاء وخضع لفحصات طبية وأثبات الأشعة الأجراها مؤخرا تحسن حالته بشكل كبير وإن شاء الله يكون موجود مع الفريق فأقرب فرصة بإذن الله بيتم تجهيزه بأفضل شكل ممكن ولكن من المقرر حتى يحصل اللعب على مساحة كافية للعلاج والاستشفاء والتجهيزه والعودته بقوته الكاملة فنيا وبدنيا 100% إن شاء الله في المباراة الجاية بعد ما يعود الفريق إن شاء الله من رحلته إلى غينيا الاستوائي الشناوي أيضا غادر ميران الأهلي محمد شناوي حارس مرمى الفريق كان عنده شكوى من ألم في الكتف بعد لعبة مشتركة في التأسيم الأجراها الجهاز الفني للإطمئنان على جميع اللاعبين قبل المباراة القادمة في البطولة الأفريقية تدخل على الفور الدكتور خالد محمود طبيب الفريق لإسعاف حارس المرمى الشناوي إلا إن الجهاز الفني يفضل عدم المجازفة بالحارس أو الضغط عليه وإعطاءه المساحة الكاملة للراحة وللاستشفاء من هذه الإصابة الخفيفة اللي إن شاء الله ما تؤثرش على مشواره ومشاركاته ومسارته مع الفريق وثنائي الأهلي يستكمل برنامجه التأهيلي بيواصل محمد محمود وسعد سمير ثنائي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباتهم التأهيلية على همش المباراة التجريبية اللي أقيمت اليوم على ملعب التيتش استعدادا لمواجهة كانو سبورت إن شاء الله يوم 14 من سبتمبر الجاري في دور الـ 32 من البطولة الأفريقية واجتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على جلسة في الجم وبعض الفقرات التدريبية والتكليفات الفنية تحت إشراف وطبعا الجانب الفني تحت إشراف فييلر وجهازه المعاون والجانب التأهيلي والبدني تحت إشراف طاري عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي وخاض الأهلي اليوم مباراة تجريبية بتوجيهات أو برؤية فنية من ريني فييلر المدير الفني بوجود طاقم تحكيم وقام ريني فييلر المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أو فريقين لتجهيز الجميع قبل مواجهة كانو سبورت ومرة تانية هننتقل لتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيز التصريحات مهمة جدا بترد على بعض التسريبات الإعلامية غير الدقيقة أو الشائعات اللي تم نشرها في الفترة اللي فاتت أو التساؤلات اللي طرحت وما نعرفش كان مصدرها إيه طبعا لكن طرحت بالفعل أو أنباء تم تدولها عن وصول عرض الاحتراف حارس المرمى محمد الشناوي في الدوري السعودي نفى جملة وتفصيلا كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي وصول أي عروض رسمية لشراء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وكانت بعض الأنباء قد تحدثت مؤخرا عن وصول عرض رسمي من أحد الأندية السعودية لشراء اللاعب إلا أن مدير الكرة نفى الأمر تماما وأكد على أن النادي لم يتلقى أي عرض رسمي حتى الآن لشراء اللاعب حارس المرمى المتميز محمد الشناوي وأضاف الكابتن سيد عبد الحفيز أن الأهلي لم يتلقى أي عروض رسمية لإحتراف أي لعب خلال الفترة الماضية أو الأيام القليلة الماضية وأكد على أن الجميع يضع كامل تركيزه في هذا الوقت في الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمباراة كانو سبورت بطل غينية الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا وبيستكمل تصريحاته أيضا كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بيتحدث عن كواليس الاستعداد لرحلة غينية الاستوائية والمباراة المرتقمة مع كانو سبورت بيقول كمان أو بيضيف مدير الكرة سيد عبد الحفيز بيقول أن الفريق الأول بالنادي الأهلي تقرر سفره إن شاء الله يوم 11 سبتمبر الجاري استعدادا لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا وأضاف رحلة السفر إلى غينية الاستوائية تستغرق ما يقرب من 11 ساعة ونصف تقريبا تتخللها ساعتين فقط من الترانزيد في مطار أديسة بابا في إثيوبيا وأوضح أنه اطمئن على كافة الإجراءات الخاصة بالرحلة من خلال الاتصالات المستمرة مع السفارة المصرية في غينية الاستوائية وأكد أيضا أنه سيسبق الفريق بصحبة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري قبل سفر البعثة بحوالي 48 ساعة من أجل الإطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالإقامة وملعب التدريب وكل الأمور الخاصة بالاستعداد هناك في غينية الاستوائية لهذه المباراة وأيضا رحب النادي الأهلي بقبول الموعد المعدل اللي طلب تعديله أو الموعد الجديد اللي طرحوا المسؤولين في نادي كانو سبورت من غينية الاستوائية اتصلوا بالمسؤولين في النادي الأهلي وطلبوا تأخير موعد المباراة لمدة ساعتين بدل من تقامل ساعة 3 العصر تم الاتفاق من الجانبين بعد موافقة النادي الأهلي وعدم اعتراضه على هذا التعديل بأي شكل من الأشكال تقرر أنها تكون في الخامسة مساء في نفس اليوم ونفس التاريخ المحدد للمباراة وأضاف أيضا أنه بعد تلقي اتصالات هاتفية من مسؤولي كانو سبورت بطل غينية الاستوائية والصفارة المصرية هناك أفاد هذا الطلب بهذا التعديل المقترح من الفريق المنافس بطل غينية الاستوائية كانو سبورت ولم يعترض على هذا التعديل النادي الأهلي ورحب بالموافقة على هذا الموعد واتفق على أن يتم خوض هذا اللقاء أو يبدأ هذا اللقاء في تمام الخامسة مساء من نفس التاريخ يوم 14 من الشهر الجاري ده كان آخر خبر معنا النهاردة في فقرة الأخبار وقدامنا مع حضراتكم التدريبات اللي بدأت بالفعل من اليوم تكون مغلقة وأعتقد أنه من أجل تركيز أكبر على الفترة الجاية ووضع كل لمسات الفنية اللي يريد ويحاول في بداياته مع نادي الأهلي ريني فايلر المدير الفني السويسري أن يضع بصماته الفنية مع جهازه المعاون وأكيد عنده جهد كبير جدا عايزي حققه مع اللاعبين ورؤية فنية وبدنية لهذا الفريق كيف يصل بمجموعة اللاعبين المتميزة جدا الموجودة حاليا في صفوف نادي الأهلي إلى توب فورم أو أفضل المعدلات الخاصة بالأداء الخططي والفني والبدني في الفترة القادمة إن شاء الله عشان ده ينعكس على النتائج وعلى الأداء في المباريات على المستوى المحلي والدولي شكرا